أولا بهذا الحدث الذي يقع في جنوبنا على الحدود في دول الساحل الإفريقي حدث مهم حدث مفصلي فالدول الثلاثة الأنظمة الثلاثة التي تحكم هذه الدول التي تدرع على الشاشة مالي النيجر بوركينافاسو قررت تأسيس كونفيدرالية جديدة هذه الأنظمة الحاكمة كما قلت في بوركينافاسو مالي والنيجر اتخذت خطوة جديدة نحو الانفصال عن تكتل دول غرب إفريقيا وفي قمة عقدت في العاصمة النيجرية نيامي قررت الأنظمة الثلاثة التي أتت إلى الحكم عن طريق انقلابات عسكرية كما يعرف الجميع وأعلنت عن إنشاء تحالف بين الدول الثلاث في شكل كونفيدرالية هذا القرار يكرس القطيعة مع بقية دول الإكواس أو تكتل غرب إفريقيا المجموعة الاقتصادية لتكتل غرب إفريقيا الدول الثلاث التي يظهر الرؤساء الأنظمة فيها تعرفون كل واحد من هؤلاء الثلاثة وصل إلى سدة الحكم عن طريق انقلاب عسكري في الفترة بين 2020 إلى 2023 وحدث ما حدث تم طرد القوات الفرنسية هناك حروب مستمرة مع الجماعات المسمات جهادية هناك أخد ورد مع دول الجوار كانت هناك حتى محاولات جزائرية لرأب الصدع بين الخصوم بين الإخوة الأعداء وهناك تهديدات كما تذكرون من مجموعة الإكواس بالتدخل عسكريا ضد هذه الأنظمة الإنقلابية في تلك المرحلة الآن تطور جديد هؤلاء قرروا الاجتماع في العاصمة نيجيريا نيامي وقرروا إنشاء كونفيدرالية بينهم بين هذه الأنظمة الثلاثة هذه القمة انتهت ببيان ختامي قللت فيه الدول الثلاث وقالت أن رؤساء العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء ولهذا الغرض تبنوا معاهدة تؤسس كونفيدرالية بين بوركينافاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفيدرالية الدول الساحل الآن تذكرون بأن خلونا أعطيكم واحدة الفكرة قبل أن نولوا لهذا الخبر قبل فترة كان هناك محاولة للتكتل في شمال إفريقيا محاولة الرئيس تبون مع الرئيس المنفي في ليبيا والرئيس قيسسعيد في تونس ومحاولة أيضا أن يكون الرئيس الموريطاني هذه في شمال إفريقيا الآن في دول الساحل كونفيدرالية دول الساحل الإكواس موجودة كتكتل الفكرة هي أن نحن في زمن التكتلات نحن في عصر التكتلات إما أن تتكتل وتحمي نفسك بأنظمة تشاركك نفس المبادئ والأفكار والأهداف والمشاريع والاستراتيجيات وإما تبقى وحيدا معزولا مهددا بدون مشروع هذه هي الفكرة الآن وصلت إلى إفريقيا ويبدو أن هذه الكونفيدرالية في دول الساحل تريد أن تقول أننا أيضا في عصر التكتلات لذلك هذه الأنظمة الثلاثة اجتمعت وننتظر ردود فعل أكيد لهذه الخطوة ننتظر تدعيات لهذا المصار الجديد ننتظر نتائج قد تحدث بعد هذا الحدث بعد هذا التكتل لا أحد يستطيع أن يتبين ما الذي سيقع هناك تحالفات جديدة وهناك قراءات متضاربة في المصالح ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على مستوى دولي لأن هذه المنطقة تعتبر مهمة جدا بالنسبة إلى كثير من عواصم العالم فكونفيدرالية دول الساحل هذه التي تظهر على الشاشة سوف نقرأ في نتائجها وتدعياتها وظروف تأسيسها